خبر تاني يخص السلاح محام مصر تحصد برونزيت مونديال ناشيء سلاح السيف بتونس الف مليون مبروك لعبة السلاح المصري بجد بيعملوا عظمة يا ربي وفقكوا يا سلاح في أولمبيات أنا هاب أسعد واحد لأننا متابعكم وعارف أنتوا بتعملوا مجهود قد إيه وعارف اللعبة دي تستحق مداليا منتخبنا الوطن ناشيء سلاح السيف حق برونزيت بتول تخلص العالم تحت 20 سنة واللي بتتلعب في تونس في الفترة من 18 اللي تلعبت في تونس من 18 حتى 19 نوفمبر اللي احنا فيه المنتخب حق برونزية بعد فوز على النظير الفرنسي 45 و41 المنتخب كان بدأ مشواره بتأهل مباشرة لدور التمانية وبعدين كسبنا منتخب ألمانيا بنتيجة 45 و40 وبعدين خسبنا من رومانيا في قبل النهاء بنتيجة 37 و45 بعد ما كسبنا فرنسا في مطش تحديد المديلية برونزية بنتيجة 45 و41 المنتخب يضم أربع العيبة لازم نقولهم نقولهم ونحييهم من هنا أحمد يشام زياد نوفل ياسين خدر أدهم شلبي وبيدرب المنتخب الكابتن القدير جمال عبدالطيف يا جماعة السلاح بيعمل حاجة وويس قوي وبقول لكم ودايما هفضل أقول حتى لو اللعبة دي ما بتتلعبش جوه النادي الأهلي أنا لعب مثل منتخب مصر وعارف يعني إيه قيمة قميص منتخب مصر والله هلعايز أقول لكم لما بقولك اسمه منتخب مصر بس في أي لعبة أنا جسمي بأشعر لأن فعلا أنت يعني إيه تحمل أنت الناس مش متخيلة يعني إيه إيه إنت البلد فوضتك ما أنت تفويد أنت النهاردة لما جيبك ألبسك منتشرت منتخب مصر يبقى البلد فوضتك كلاعب في اللعبة دي أنت بتمثل المية وعشرة مليون فده شرف كبير أنت وراك ملايين حتى الملايين دي ما تبعتكش يعني ما كانوا يشعارفين حاجة على المطش بتاعك بس ده شرف فالنهاردة حتى لو اللعبة دي ما بتتلاعبش جوا نادي الأهلي إحنا هنتبنى اللعبة دي وهنقف وراهم وهنحط منجومهم هيبقوا معنا هنا وهنحط الدوق عليهم وهنتكلم عنهم وهنصطدف وهنحتفل بيهم لأنه هو ده الشرف الأكبر أن مصر تأخذ مديليا في أي محفل عالمي أو أفريقيا كل كلام أهلي زمالك كل كلام ما بيحصل ده حلو إحنا أهلاوية ومشكل أهلي ولكن أول ما بيذكر اسمه منتخب مصر ننسى انتماءاتنا مباشرة